الدواء الاعتيادية لفنكسون ايزيال شن هما؟ علش نقرأهم؟ وعلش هما مهمين؟ تبقى معي ونبدأ على بركة الله فلي اكس كتسوي واحد كنسميها دلة ثابتة في واحد الفنكسيون كونسطنت في واحد أيه هو من بعد دلة ثابتة هي كل دلة ما تتحرك من بلاصها شنو ما عطيتها من اكس ها نتشوف اي اكس أعطيتها لفلي اكس تبقى دي ما تتسوي واحد فلي اكس كتسوي ناقص جوج دلة ثابتة هي في ناقص جوج افل اكس كتسوي زيرو دلة ثابتة في زيرو ومنعدمة من الفوق والي تنقولونها دلة منعدمة فالدلة ثابتة هي كل دلة تتسوي الشي على الثابت لكل اكس الدلة المنعدمة هي كل دلة تتسوي زيرو normale ايها احنا عرفنا الدلة ثابتة 7 والمنعدمة مشانه علاقة بتيلילו ايها نشamour لأيما انها الدلة الثابتة متصلة في اي نقطة كيفما كانت تخصين بيان انا بحيث أن ذيك A هي أي نقطة محددة كيفما كانت رقم عقلين على الاتصال في نقطة هكي للا أرجع شوف الترس للاتصال في نقطة هنا الفوق دبا بما أن Fx تسوي واحد أي X عطيتها وأيضاً Fx تسوي واحد في جميع الحالات فهذا تعني أن ذيك الليميت ولتها الليميت من X تسوي واحد والحقاش ما كانت تشي حاجة عندها علاقة بX أو A فهذا الليميت فهي صحيحة دائماً وأحنا بينا أن Fx تسوي واحد متصلة دائماً لكل X وهذا الشي صالحة لكل دلة ثابتة فونكسيون كونستونس دبا دلة ثابتة هي مثال على دلاتي يدية لماذا تحتاج تبقى 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 أنها متصلة على مجال التعريف ديالها لحقاش هي دائماً متصلة ومن تشوفها قد تبقى تقول دلة كدوكدة هي دلة ثابتة وبالتالي هي دلاتي يدية وبالتالي فهي متصلة على مجالها وصافي غدوز اشتيت دولة يديش حركة يسهلوا الحياة دبا ندازل لدالة الاخرى دالة الخطية جل اكس كتسوي اكس وش جيم تصله نديرو نفس القضية وغيرا نحاولو نبينو ان اليميت من ال اكس كتقرب ال ا ديال جلي اكس قصت تكون كتسوي الجلي ا لكل ا تبا بما ان الجلي اكس كتسوي اكس والجلي ا تتسوي ا في النهاية غاتل لي عندي هكا اليميت من ال اكس كتقرب ال ا ديال اكس كتسوي ا وحتى النهاية دايما صحيحة فمدام هاد اكس ستقرب ال ا فهاد اكس ستقرب ال ا مزيان دبا واحد القاعدة اللي كنت ذكرتها في هذا الفيديو وهي ان الضرب ديال جوجده والمتصلين تيعطيني دايما دلة متصلة وماشي غير الضرب الجمع والطرح والضرب والقسمة الى كانت الدلة اللي في المقام تدخل في الزيرو وحتى المركب ديال دلتين متصلتين تيعطيني دايما دلة متصلة ما جبت شي حاجة جديدة ياك هاتش داي جادرناه في الفيديوهات اللي فاته ارجع تشكيهم ولكن علاشي جبت شي دايما بما ان الجيلي اكس كتسوي اكس دالة متصلة لكل اكس فانقدر نضرب الجي في رأسها واغتيني واحد دالة اخرى نسميها اش دايما اكس واللي تتساوي اكس اوكاري واللي اتهية متصلة تشفتي دبا كيفاش نقدر نقلص نضربون جمع الدوال المتصلة تنعية باش نخرج دوال متصلة اخرى وهذه اللي تسميها دالة حدودية الفونكسيون بولينوميال لحقاش تتكون من الحدود وهي من الدوالاتية دي لفونكسيون ايزيوه لالتصال ليالاشي حاجة نفروغ منها ما نحتاش نبرهنا لها واللي تتسهل علينا الحياة شنا هو شي مثال اخر ديال الدوالاتية ديال اللي امتصلة في المجالات ديالة واحدة لا اكس مثلا دالة امتصلة كذلك في كل اكس الا في زيرو لحقاش واحد عاد بينا انه متصل و اكس تهي بينا انها متصلة وبما ان نقسم جوج دوال متصلين على بضياتهم فالناتج غيكون دالة متصلة كذلك ولكن المقام مخصوش يكون كسا وزيرو وبالتالي هي متصلة في جاعة النقاط الا في زيرو وتقدر تطيرها تشيء مع اي دالة كسرية ايضا الدوال الجدرية بحل جدر مربع اكس هي دالة اللي متصلة في اير بلوس دائما الدوال اللغارتمية الاند اكس واللوغد اكس هذو دائما متصلين في اير بلوس نجمة الدوال الاسية كذلك بوس ايكس جوج اوس ايكس لتا اوس ايكس الى اخيره تهدو دوال متصلين دائما في اير ايضا جميع الدوال المثلتين من امثال كوس لإيكس والسين لإيكس تهما دوال الاتيادية متصلة طانجونة لإيكس ادنا فيها حالة خاصة وهي انها غير متصلة في بلاجوج زائد كابي بل وغير معرفة اصلا تماكينا يهذا خصي نرط البال من انتعمل معها تبع لاش الدوال الاتيادية مهمين نحقاش اي دالة معقدة التعطالك باش تخدمها هي غالبان يعني واحد سبعة وتسعين في المئة تتكون مكمولة من الدوال الاتيادية اللي يوريشهم الكذاب يعني اما مجموعين مع باضياتهم او مضروبين او مطروحين او مخصومين او تكونوا مركبين في باضياتهم او هما كاملين بحال هاد المثال انا يا عندي الجمع دي الجوج دوالاتي دي فهذا البلاصة وعندي الطرح هنا والطرب هنا والقسم هنا والقوس هنا واللغاريش هنا وزيد وزيد وهذا الشي اللي تيخليك تتخلع من انت تشوف بحال هذا الشي ولكن الى كنت يعرف ان هذا الشي ما هو الا مجموعة من العماليات تنطبقهم على الدوال الاعتيادية اللي دايما تكونوا معرفين ومتصلين في مجموعة التعريف ديرهم سهل عليك الحياة كلها كتب لينا في الكومونتين شن هي اكثر دالة اللي اعطوها لك اخلعتك